السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الثاني المتوسط طلبوا من عندي صفحة 15 قسمة قوانين لهم الأساس نفسه راح نحل الأمثلة المثال بسط وكتب ناتج القسمة بوصفها قوة واحدة هذه خلنا نحلها بالدفتر معيني سبعة ستة على سبعة سأربعة يلا يعني إذا جاني يجسؤال يقول بسط وكتب ناتج القسمة أول مرة أباوى علي هذا الكسر شبيه كسر قسمة يعني يعني شنو يعني قسمة عند القسمة عندي قاعدة ثابتة عند القسمة تطرح الأساس إذن أقول سبعة ستة ناقص أربعة إذا مش شاب هات الأعداد سبعة قليل ستة ناقص أربعة مين جبت الناقص لين عندي قاعدة ثابتة يقول لي عند القسمة تطرح الأساس ويساوينا سبعة سبعة نزلتها ستة ناقص أربعة بها ثنية انتهت المسألة زي نجي على نجي على الثاني ثنياً سالب 7 علي من على 16 انتبهوا هذه ما مش شابهات ناعدنا ما مش شابهات فال16 أحللها ال16 شبيها أحللها خلينا نحللها ال16 ناخذ على 2 بيها 8 ناخذ على 2 بيها 4 ناخذ على 2 بيها 2 ناخذ على 2 بيها 1 إذا نجقد 2 أس 4 فنقول اثنين سالب سبعة نزلتها على اثنين أس أربعة هسه تساوت الأعداد عند القسمة تطرح الأسس اثنين سالب سبعة ناقص أربعة ويساوينا اثنين نزلتها إشارات مشابهة نزل إشارة ونجمع سبعة وأربعة دعش ناخذ بعد ثلاثة واحد على ثمانية تكعيب واحد على ثمانية أس خمسة يلا يوم هنا عندنا بالكسر ها يوم بالكسر الثمانية شبيهة يعني أحولها يعني أخرها من الكسر وصير سالب ثمانية والسالب ثلاثة على يمن على ثمانية والسالب خمسة سوت سوت الثمانية قلبتها هذه الثمانية والثلاثة صار السالب والخمسة صار السالب هسه ساوت هسه ناخذ ثمانية وحدة سالب ثلاثة ناقص سالب خمسة هسه تقول مين جبت السالب لين عند القسمة تطرح الأسس هاي السالب ويساوي أنه ثمانية نزلت السالب ثلاثة ندخل السالب على القوس السالب بالسالب موجب خمسة ويساوي أنه ثمانية ثلاثة زائد خمسة سالب ثلاثة إشارة الكبير وطرح خمسة ناقص ثلاثة بها اثنين طلعت هاذا الاثنين زي بعد هاذا خنشوف اربعة الثلاثة والسالب خمسة على ثلاثة والسالب تسعة ثناتي مش شاف هات الاعداد قلنا عند القسمة تطرح الأسس سالب تسعة ويساوي أنه الثلاثة سالب خمسة نزلتها أدخل السالب على القوس سالب بالسالب موجب تسعة ويساوي أنه تلاثة تسعة ناقص خمسة بها اربعة طلع عنا ثلاثة أس أربعة بعد ناخذ ناخذ اربعة وخمسين عليمن على ثماش اربعة وخمسين عليمن على ثماش هنا عندنا الاربعة وخمسين نحللها نحلل الاربعة وخمسين ناخذ على اثنين خمسة كمي اثنين بيها اثنين يبقى واحد اربعة عشر على اثنين بيها سبعة ناخذ على اليمن على تلاثة بيها تسعة على تلاثة بيها تلاثة على تلاثة بيها وحدة اذن اثنين في تلاثة والست تلاثة يعني احنا رحا سويها 2 في 3 وس 3 على الـ 12 نريد نحلله الـ 12 نكون الـ 12 على الـ 2 بها 6 على الـ 3 على الـ 3 بها 1 اذا اش طالع عندنا 2 تربيع في 3 2 تربيع في 3 زين هسه شو نسوي هسه 3 ثلاثة عند الضرب تجمع الاسس عند الضرب شبهة تجمع الاسس يعني باعتبار هذا واحد واحد زائد الثلاثة نقول واحد زائد الثلاثة ها لا ماما هنا عدنا الاربعة وخمسين قلنا ثنين أس ثلاثة اثنين مو ثلاثة هاي ثنين وطلعنا ثنين أس ثلاثة أس ثلاثة ها عيني وثنين هس راح نساوي الاعداد يعني الاثنين ويي الكثير ويه th, ثلاثة ويه erfolgreich فش نقول اثنين هاي باعتبار واحد واحد ناقص اثنين هاذا مل هاي شنسوي ف والثلاثة هذا باعتبار واحد ثلاثة آآ ثلاثة وهذا واحد نقول ثلاثة نقول واحد ناقص اثنين وثلاثة ويساوي إثنين إشارة الكبير وأطرح إثنين ناقص واحد سالب واحد في الثلاثة أس ثنين إنه ثلاثة ناقص واحد يساوي إثنين هذا المثال إن شاء الله افتهمته لسأ رح ناخذ السالب خمسة تربيع في خمسة أس صفر في سالب خمسة أس سبعة على يمن على خمسة أس ستة يجيني هيت سؤال هنا عدنا السالب خمسة نقول خمسة السالب بالتربيع يهمل يعني السالب بالتربيع يهمل خمسة تربيع في خمسة أس صفر في سالب خمسة أس سبعة في خمسة أس ستة لأن هذه سويتها لأن مش شابهات سويتها وخرت الكسر زين هنا عند الضرب بتجمع الأسس نقول هاي صفر خمسة أثنين زائد صفر ثنين زائد وهنا ثنين وهنا سالب خمسة سالب خمسة سبعة ناقص ستة سبعة ناقص ستة بها واحد ويساوي أنه سالب خمسة ثنين زائد واحد يطلع عندنا ثلاثة عند الضرب تجمع الأسس زين خلصنا من هذة القسمة قوانين بس رح ناخذ رفع قوة رفع قوة إلى قوة ناخذ سبعة أس ثلاثة سبعة أس ثلاثة وبين قوسين أس أربعة عند الضرب تجمع الأسس ثلاثة هنا رفع القوة مو عند الضرب تجمع الأسس لا هنا رفع القوة يعني نضرب ثلاثة في أربعة نقول ثلاثة في أربعة ويساوينا سبعة أسس ثلاثة في أربعة أثناش هذا أولا 10 و 3 في 10 سالب 8 وبينقوسيا سالب 2 ويساوينا 10 راح نقول 3 ناقص 5 إشارة تلك أولا عند الضرب تجمع الأسس بها سالب 8 ناقص 3 يصير سالب 5 وبينقوسيا سالب 2 زين لسا شو نقول 10 والسالب 5 في سالب 2 ويساوينا 10 سالب بالسالب موجب 5 في 2 10 10 أس 10 زين ناخذ 7 يلا عيني 7 سالب 7 أس 3 في 7 أس 8 في سالب 9 49 تربيع على 7 أس سالب 4 في سالب 7 أس 3 للأس 5 يلا عيني هذا سالب 7 شبيه سالب 7 أس تكعيب أنزله في 7 أس 8 ينزل في الـ 49 جاي من سالب 7 تربيع مرفوع للأس تربيع معيني على يمن على 7 على يمن على 7 السالب 4 في سالب 7 و عند الضرب هذا رفع القوة 3 في 5 سالب 5 سالب 5 و يساوينا سالب 7 نزلتها 8 و 9 8 و 3 8 9 10 10 10 سالب 7 11 11 نجي على هذي سالب بالتربيع يهمل 7 2 في 2 4 7 أس 4 على سالب 7 وهنا عندنا نقول عند الضرب تجمع الأس سالب 4 زائد 15 و يساوينا سالب 7 أس الدعش زائد 4 على اليمن على سالب 7 14 أشارة الكبير وطرح 15 ناقص 4 به الدعش هسا صارت عدي نقول ناخذ وحدة 7 سالب والسالب وهذا يروح 11 زائد 4 15 15 ناقص الدعش و يساوينا 7 11 ناقص الدعش أس 4 زائد بقتلي كم مثال 9 السالب 5 على 6 و يساوينا 9 نقول سالب 5 في 6 يعني نضرب سالب 5 في 6 و يساوينا 9 سالب 6 في 35 زائد بقتلي وحدة 72 تربير يساوينا 72 أحل لها جاي من 8 في 9 وبين قوس تربير ويساوينا 8 نحللها 2 أستكعيب 9 جاي من 3 تربير مرفوعة للأس تربير يساوينا هسا راح نضرب 2 2 3 6 3 2 2 4 صارت 2 6 3 4 3 4 5 6 6 6 7 7 8 10 10 13 13 14